في مؤشر على دخول الأحداث الفينزويلية مرحلة جديدة رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد لم يستبعد تدخلا عسكريا أمريكيا يطيح بحكم نيكولاس مادورو الذي يرفض دخول المساعدات الإنسانية الأمريكية المكدسة على الحدود الكولومبية مساعدات تؤكد المعارضة الفينزويلية أن عرقلة وصولها لثلاثمائة ألف نسمة قد يمثل جرائم حرب غير أن مادورو قلل من أهمية تلك المساعدات ما دامت عقوبات واشنطن تجمد عشرة مليارات دولار من عائدات النفط على حد تعبيره وما بين مادورو الذي يعتبر نفسه رئيسا شرعيا بموجب الدستور وغوايدو الذي تعترف به نحو أربعين دولة تتجه الأنظار إلى الجيش الفينزويلي الذي أعلن وقوفه لجانب مادورو ولهذا حذر غوايدو ضباط الجيش من عرقلة وصول مساعدات واشنطن فيما أعلنت الأخيرة أنها تجري اتصالات مع أفراد في الجيش الفينزويلي للانشقاق عن نيكولاس مادورو وحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة تجهز لفرض حزمة عقوبات جديدة للضغط على مادورو فيما أرجعت مصادر مقربة من المعارضة أن قوات الأمن الفينزويلية تخشى من انتقام مادورو إذا ما حاولت الانشقاق لذلك فهي بحاجة لطمأنة أمريكية تبدد تلك المخاوف وفي حين تكثر تساؤلات عما إذا كانت المواقف الدولية كفيلة بإجبار مادورو على التنحي وإجراء انتخابات جديدة اتخذت الصين موقفا محايدا وطالبت فينزويلة بحل أمورها الخاصة من خلال المحادثات السلمية